السلام عليكم اشتقلوا مع بعض تصميم شبكات البنيا التحتية الاشتراكي شبكات الصرف وشبكات الري وعندنا شبكتين فرعيتين شبكة الحريق بتعامل مع شبكة المية وشبكة المطر بتعامل مع شبكة الصرف تمام هنروح للواقع الشوية باش مهندسين خلينا باعدها على التصميم انا عندي مدينة جيهة زي دي كده تمام مدينة جيهة ديت هيس كن فيها ناس هيكون فيها مصانع هيكون فيها حياة تمام الناس اللي جيهة دوت هيوز هيدخل لها مية تمام يبقا على الكده عن ناس نصمم شبكة مية تب ونس ديها دوتهم مش هتسكش مع مية كلها فاكيد في مي هتكون هتطعز الصرف يبقا على كده هنصمم شبكة صرف طب ايه تاني عندي مناطق خضرة زي دي كده مناطق الخضرة ديت عينوز نروحة يبقا على كده هنصمم شبكة راي تمام اكيد بقا فيها عندنا شبكة حريق وشبكة المطر بيتعامل زي ما انتهاءنا ان شبكة الحليب يتعامل مع شبكة المية وشبكة المطر يتعامل مع شبكة الصرف اول حقيقة اولا ده الرسمة المعمالي بتاعنا تمام? ممكن يكون المماري بتاعك او الشبكة او المكان انتهى الصمام يكون عبارة عن بلوكات زي ده كده تمام? او ممكن يكون عبارة عن فيلال مجموعة مشروع فيلا اه مجموعة من الفيلال او على حسب ايه المصمم او التصميم الهجيلة تمام? ده كده الخطوط ديها تسمع خضون الكنتور اللي هي المساحات اللي هي مناسيب الارض هي احنا مش نحتاجها دلوقتي تمام? احنا ممكن نمساحها من هنا كده تمام? كده لخضون الكنتور المساحة ده الواتر سورز اللي هو مكان التخزية بتاعت بالمية اللي هو ااا او لكم اه نهر ااا نيل اااا اه وطفر اي حاجة او مكان التخزية بتاع المية بتاعتك اللي هو الخزين بتاع المية اللي هو انت هتسحب منه مية للكمباوض تمام? اا زيما اتفقنا دلوقتي احنا عايزين نعرف احنا هندخل كمية مية الدقيقة للكمباوضي القمбоوضي ده هيدخل لكمية مية الدقيقة احنا دي بتاعنا متقسم لخمسة زون ادي زون واحد زون اتنين زون تلاتة زون اربعة زون خمسة. دي احنا مقسمين لخمسة زون لان زون واحد يكون اه مباني مختلفة عن زون اتنين. دي هوات مباني من الدرجة الاولى دي مباني من الدرجة التالتة دي مباني من الدرجة التالتة دي مباني صناعية دي مباني صناعية وطفر ان هما ان كمية المية اللي يدخل في زون واحد مش نفس كمية المية اللي يدخل في زون اتنين مش نفس كمية المية ترقاتها مش نفس كمية الماء اقل في زون اربعة مش نفس كمية الماء الفزون خمسة يعني كل زون هيدخلوا كمية مية مختلفة بس هما كلهم بيتغزوا من مصدر واحد بس الواحد مصدر بتاعنا هنا تمام اه في طريقتين مش مهندسين ان احنا ممكن نحسب بها كمية المية تمام احنا عشان نحسب كمية المية داخل محتاجين نعرف حي تاني اتنين محتاجين نعرف كل شخص داخل هاي استهلق كمية المية عن دي ايه تمام وعايزين نعرف عدد الاشخاص داخل الكمباوند لو انا جبت كل شخص هياخد قديم وجبت عدد الاشخاص داخل الكمباوند هضربهم اتنين في بعض هجيب كمية المية اللي داخل داخل الكمباوند تمام طب الحقيقة دي وقت منكم تدهلك منكم اه منكم المصاميم يدهلك او الاستشاري يدهلك او اا لو انت مشروح تخرج اا الدكتور منكم يديلك انت هتشتغل ازاي او مسلا انا عندي مسلا البلوك دوت وقول لك ان البلوك ده مسلا في مبنيين كل مبنى في دورين كل دور في شائتين كل شائفة خمس افراد مثلا اضرب خمسة في اتنين في اتنين وكذا هجيب عدد الافراد داخل البلوك هضربهم في عدد البلوكات هجيب عدد افراد داخل الزون الواحد تمام لان ما يجيب كل زون مختلف عن التاني وانا هجيب عدد الاشخاص كل زون الواحد وفي طرق تانية هو ممكن ما يديش لك اي حاجة في الطريقة ده انت تروح تجيب كل حية من الكود طب هنعرف هنشتغل على ايه الاول هنشتغل على الطريقة الاولية ان هو مدينة تمام تبقى لما انتفنى هنروح نجيب مدينة وده هنعرفها في اخر الفيديو ان شاء الله هناخد نبزة عنها في اخر الفيديو اول حاجة لو هو مدينة كل حاجة هنخش عن شاية الاكسل كده تمام عندك مسلا اا متقسمين خمسة زون اهوت اول حاجة بيقول لك ان الزون واحد عبارة عن ايه اا مباني من 见يه الاولى المباني اتنينة لفينة لفينة اللي هنركينت اكسلت كده الزون ثلاثة اللي هو مباني الصغير طب زون اا خمسة اللي هو ايه مباني صناعية تمام? طب اهذا بقول لك عدد المباني في البلوك الواحد Bear هرو一个 معدى واحد تمام وأزون اتنين في مباني واحد وزون تلاثة في اثنين مبنى في البلوك وزون اربعة في اثنين مبنى في البلوك وزون تب عدد الاضوار عدد الاضوار في المبنى قال لك ان لزون واحد في اتنين في دورين تب الدور بالنسبة لزون واحد كل دور في كام اه شقة في شقة واحد تب وعدد الاشخاص في الشقة كام تلاتة تمام تب بالنسبة لزون اتنين قال لك ان المبنى الواحد في دورين المبنى الواحد في دورين وكل دور في اربع اشخاص تمام تب وزون تلاتة قال لك ان المبنى الواحد في شخص دورين برضو كل دور في اربع اشخاص. زون خمسة زون خمسة قال لك ان البلوك فيه اتنين مبنى المبنى الواحد في ستة ادوار ضرور واحد فاربع شوعة اه الشقة واحدة بتاخد خمس افراد تمام? تابعنا عادة اجيب حسابات عادة اجيب عدد الافربة في البلوك الواحد. بقول له هنا يساوي. تمام? قلو حصل ضرب ده. في ده. في ده. في ده. تمام? بتساوي ستة. تمام? يبقى انا عندي البلوك الواحد في زون واحد في ستة. ده وزون اتنين نفس الكلام. هقول له بيتساوي. ده. عدد المبنى في البلوك الواحد في عدد الادوار في المبنى. هقع بعد كده هقول له فيه. عدد الشوعة في الدور. كم شقة في الدور بعد كده كم فرض في الشقة. هقول له يساوي. تمام? وهكذا. تمام؟ ربنا كده عندي اقول له كده بشيط الاكسل عندي من اول مرة انا اقرأ سدات للمعادلة وشيط اكسل اللي بحسب لك المعدة ايه مرة واحدة تبقى اه فيه شيت اكسل معنا جاهزة هوت عملنا بقول حسابات بتاعتنا تمام؟ ادى هوت طلع لي ان نعدي الاشخاص في البلوك من زون واحد ستة تب وزون اتنين ستة وشهر وزون ثلاثة تمانية واربعين وزون اربعة مية وستين وزون خمسة ميتين واربعين ده بالنسبة للزون الواحد فقط لبلوك ده بالنسبة للبلوك الواحد فقط تمام؟ طب وانا بقى اقعد اجيب عدد الاشخاص في في الزون كامل يبقى انا مطلوب مني ان انا اجيب عدد البلوكات في الزون خش على شيت الاكسل تمام؟ اشوف زون واحد اشوف زون واحد فيه كم بلوك افضل اعد بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة افضل اعد عدد البلوكات اللي في زون واحد اعد عدد البلوكات اللي في زون اتنين واللي في زون تلاتة واللي في زون لبقى الفرسون خمسة. هيبقى كل نزيل واحده. بعد ما اعدى عدد بلوكات اضرب كل عدد الاشخاص في البلوك الواحد في عدد بلوكات هيديني عدد الأشخاص داخل الزون. تمام? ا aujourdmassنا عشدتها X iusL التاني هلاقي هنا ان عدد بلوكات الفرسون واحد مئتان واربعة عدد بلوكات الفرسون اثنين اثنين سبعة واشرين وهكزا عددWA بلوكات الفرسون خمسة مئة تسعة وتمانين. تمام? بعد كده يبقى عدد الاشخاص داخلي كام هنضرب ده 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 هنضرب ستة مانتين وبرعة سوى الف مانتين وبرعة واربعة عشيني وبنى عند الف مانتين وبرعة وعشرين شخص في زون واحد يعني زون تنين عني تلات الت intermediate وعلى زون خمسة بقى عندي كمية وال 혹시 taking喜歡 Guardian في زون اربعة. كل زون بيختلف عن التاني. تمام? بعد ما جمعت عدل الاشخاص اللي عندي في كل زون طلع ان انا عندي 80568 شخص في المشروع كله. تمام? او في الكمبوند كله. تمام? انا عندي بقى الكمبوند كله. انا عندي بقى الكمبوند كله. بقى عندي بمئتين خمسة وعشرين للشخص الواحد بس ايه بس لتر. في اللتر. انا بجيب بقى عشان اجيب كمية المية داخل الكمبوند كله وبقول ان بتساوي بتاع كل شخص فعضي الاشخاص على الالف. عشان احوالها من اللتر للمتر مكعب. على حسب الواحدة اللي انت تشتغل عليها تصمم عليها حسب انت تدخلها البرنامج. انت اشتغلت هنا بالمتر مكعب يبقى هتدخل على الوطر كان من المتر مكعب. اشتغلت باللتر يبقى تشتغل باللتر. تمام? وهكده بجيب الدياري بضرف واحد وتمانية وبعد كده بجيب الهورلي اللي هو اقصى عندي ليه خمسة وثلاثين خمسة واربعين الف وثلاثين سعتاشر ونس. دي هات اللي انا بصمم عليها. هو انا بصمم على انهي كيو على كيو افريج ولا كيو ماكس هورلي? لا بصمم على كيو ماكس هورلي لان ده اقصى ساعة عندي لان ما ينفعش اصمم على كيو افريج لا مسلا الساعة من الصبح اه في الناس بكل السنين ما في ناس اه بتكون اه مش فتح الحنافيات كده. فانا ما ينفعش اصمم على ده انا عايز اصمم على اقصى حية عندي. اقصى حية ان هي مسلا اه بعد acordo الظهر الساعة اثنين مسلا او الليلidy وقال الناس بتكون خرية من مدارس اه الناس الطائبة بكون خرية من مدارس بيكون خرية من الشغل بيكون خرية من شغل دية اقصى حية عندي منكم اصمم على ه الان بضرب الكيو بتاعتي في اتنين ونص تمام? عامل كده زي المرور. انا ما جصم手ف تصميم اه طريقة بصمم الطريقة على اقصى حية ده ساعة الظروة. لانه على ساعة اثنين الناس بيكون القراج والاطفال اللي قريتنا دايات القراجات. الازدحم عندي قد ايه? فبصمم على اقصى حية عندي. تمام? يبا انا بضرب الكيوب بتاعتي في اتنين ونص. تمام? علشان اجيب كمية المية عند اقصى حية ودي اللي انا بدخلها للووتر كاد. وزي ما اتفقنا على حسب الواحدة بتاعتك. لو انت بتشتغل بالليتر يبا اتدخل الووتر كاد بالليتر. لو انت بتشتغل بالمتر مكعب يبا انت هتدخل الووتر كاد بالمتر مكعب. كده باش مهدسين احنا اجيبنا الكيوب ماكس اخوار لي للريزوتينشوال. اللي هو المباني السخانية. طلع بخمسة واربين افلتون وسحتاشة ونص. بعد ما ضربنا في اتنين ونص. تمام? دي اللي احنا دخل للبامب. دي اللي احنا هندخلها البامب. احنا هنسلنا عارب بقى البلوكات. اين لا يتعرف البلوكات? احنا منعرف البلوكات كل بلوك الواحد. فاحنا البلوك الواحد في ستة اشخاص. يبس ستة في اكام ستة في متيان خمسة وعشرين على بالف. لحنا نسلم على الالف عشان نحول من لتر للمتر للمقعب وجدنا نحصب المعدة ده. هلقى totalement ستة في مئتين وعشرين ستة في متيان عشرين على الاف. تمام? ايه تب واذا زون اتنين ايه برضو نفس الكلام. في انتاتر شخص يبى ستتاشر في متهان خمسة وعشرين على الاف. والزون تلاتة تماما وأاربعين في مهان خمسة وعشرين على созون زون خامسه بقى بقي تبقى متين واربعين في متين خمسة وعشرين على الالف. يعني المعددة بتاعتنا ايه هل الع später بقي عزيزة بتاعتنا عليا متين واربعين في متين خمسة وعشرين على الالف. دي مهمة جدا دي اللي بتدخل لبلوكات لأن احنا زى ما اتفقنا انه زون واحد بيختلف عن زون اتنين بيختلف عن زون الثلاثة. كل يعني كمية المية اللي يدخل لبلوك الواحد في زون واحد عايز لتر مكعب متر مكعب وخمسPS ما دون في المية. طب وثلاثة متر مكعب وستة مملا عشرة دي زون اتنين. طب وعشرة متر مكعب وثمانية مملا عشرة دي البلوك الواحد لفي زون ثلاثة. تمام? عشان كده بنتفق او من الاول ان بنقول ان كل زون بيختلف عن التاني في كمية المية اللي داخله. عشان كده بنحسب كل زون الواحدة. بنحسب كل زونكم المية الواحدة. تمام يا شيء مهنجا انما القيووا ماكس هو هور بقى اقصى حية لكل بلوك الواحد و نضرب الكم اصبحت لما اضرب الكم بلوك بلوك و نضرب الكم كيو و نضرب الكم بلوك و نضرب الكم بلوك بلوك 2.5 كل البلوك فيه كم شخص نضربه كل مية كمية المية لكل شخص ونستمع لالف عشان نحوال من متر ومكعب لتر وزي ما اتفقنا ان اشتغلنا بالمتر ومكعب نشتغل بلنامج متر وكعب اشتغلنا باللتر هيشتغل بلنامج باللتر هاو نجيب الماكسمم هور لكل بلوك ونضرب في اثنين ونصف كتبش مهدسين احنا عرفنا كمية المية لدخلة للمباني السكنية تمام ان هو رازلين شوال تقارب المباني السكنية هل ذينا عرف كمية المية لدخلة للمباني الغير سكنية soap بنشhetto في قومت اه فيه فيه ايه عند فى قومت اه عندي في مسجد في مدرسه الكبيره في مدرسه شغيرة في Service Center في مستشفى في مععد عالي في انسي في Author by Top 7 بين غير السكنية انا عيزة اشوف هتحكل كميه مياه او هتحتاج كميه مياه طبعا انا ما عرفش المسجد او المدرسة هتخل فيها هادت افراد ايه بس انا معي حجي تاني معي الكسافة بتاعت المدرسة كسافة المدرسة هياخد كام شخص ومعي كسافة المسجد هياخد كام شخص ومعي كسافة المستشفى هتخدم كام شخص تمام? فمن جيب الكسافة اضرب ها في الاريا عشان يجيب عدد الاشخاص لو انا جبت كده شدة الاكسل ده تمام بيقول ان المدرسة والمعهد العالي الكاسفة بتاعتهم بيسوي الف ومتين بتاخد هتاخد الف ومتين شخص لكل هكتار تمام تاب والصرف الزنطر هياخد تمانين تاب والمسجد هياخد تمنمية تاب والمستشفى هتاخد سريرين لكل الف شخص كل الف شخص لهم سريرين تمام تاب والكنيسة مية اه الف وكمسمائة شخص لكل هكتار فانا بجيب الكسافة بضربها في الاريا علشان اجيب عدد الاشخاص داخل المبنى الغير الساخنة ده تاب والاريا هجيبها منين الاريا بجيبها من على الاتوكهاد انا عندي كده وليكن مثلا هجيب المستشفى الاريا لازم عشان اجيب الاريا بتاعي تحية لازم تكون كلها عبارة عن خط واحد بحدد حيتين مع بعض تمام كده ودوس امره جوين تمام بها تكون لها واحدة واحدة تمام اخد واحدة كمان ادوس امره جوين بها تكون لها واحدة بس واخد واحدة كمان خط كمان اقول له ادوس امره جوين بها تكون لها واحدة بس كده طب وبعدين اخد ده كمان وادوس امره جوين بها دل وقت كلها بها تكام بها تقطع واحدة بس واتخط واحد هدوس كريكي مين وعقول له بروبيرتس هيجيب لي الارية بتاعته هتلاقي ان الارية بتاع المستشفى عبارة عن تلات تلاف تسعمية واحد وتمانين بوينت سبع تمام وهكذا في كل المدارس او مسلا هنجرب لتاني هندوس الخط دول والخط ده ونقول له ونقول له جوين تمام وبعد كده الخط ده ودول ونقول له جوين تمام وبعد كده ناخد الخط ده معنا ونقول له جوين واخر واحد ونقول له جوين بعد كلها عبارة عن خط واحد بس هنقدر نجيب الارية بتاعتها نخش ونعمل له بروبيرتس ونجيب الارية بتاعتها هنلاقيها عبارة عن خمس تلاف سبعمية وانت تسعة وتلاتين من المساحة بتاعت المدرسة حضرها في الكسافة اللي هو مده هنا هنجيب عدل اشخاص المتوقع ان هم يدخلوا في المبنى الغير سكن ده لو جانا تخلنا لشيتة الاكسل ده هنلاقي ان المباني الغير سكنية عندك اول حاجة المعادة العالي الكسافة بتاعته هي حولها من اكتار للمتر المربع بنقسم على عشرة الاف تمام بنقسم على عشرة الاف كله هنقسم على عشرة الاف تمام اللي هزبتها بس احنا بقول لك انا عندي لو جانا فيها في شيتة الاكسل لها المستشفى. بقول لك انا عندي سريرين لكل الف شخص. فانا هشوف عند عدد الاشخاص كام معانية تلاتين الف وخمسمية. وبهقسم تمانين الف وخمسمية على الالف وبعد انا اضرب في اتنين هيطلع لبمية واحد وستين. يبقى انا عندي كام مية واحد وستين سرير. تمام? بعد كده دي الاريا بتاعتنا جبناها من عالقوت وكذا ما انتفقنا واحنا جبناها بالمتر مربع نضربهم في بعض عشان نجيب عدد الاشخاص اللي هيدخلهم في المبنى الغير سكن ده. تمام? بعد كده منجيب الكيو الكيو هو مدهنة لكل المبنى الغير سكنية. بقول لك ان الكيو ستة والكيو بتاع السير في السنتر الخمسة واربعين والمزج اتنين وعشرين ولوزيتها الخمسين لكل سرير والخمسة دوت اللي هي الكليسة. وبعد كده بقى بنجيب الكيو زي ما انتفقنا بقى بنضرب الستة في ستمائة اتة وعشرين وبعد نضرب خمسة واربعين في واحد وعشرين وهكذا. تمام? طب وبعدين عاوزين نجيب بقى الكيو اللي احنا هنصمم عليها. احنا فوق ضربنا في اتنين ونص عشان احنا اقصى حقيقة عدد الاشخاص بضرب في اتنين ونص. طب هنا في النار زيدان شوار. ما بين الغير سكنية. هنضرب في اتنين ونص? لا مش هضرب في اتنين ونص. انا عندي مسلا عندي المعهد العالي. المعهد العالي بيشتغل كام? بيشتغل تمان ساعات بس. يبقى هضرب في تلاتة. العالي بيشتغل تمان ساعات يبقى هضرب الكيو بتاعته في تلاتة. لو احنا اسمنا اربعة وعشرين لاربعة وعشرين ساعة. على التمانية هيدري تلاتة. يبقى هضرب في تلاتة. طب والسير في السنتر هيشتغل اتنشر ساعة. يبقى هضرب في اتنين. طب والمسجد هيشتغل كام? هيشتغل اربعة وعشرين ساعة. احنا منكم الصمامة لان 14 ساعة ونضرب في واحد Hyper 24 فهي الواحد والكنيسة كنت اشتغل برضه عبر 14 ساعة يضربها في واحد ومستشفاء عبر هشتغلётся طي Marg 12 ساعة إنا ممكن انت تشغل مسجد حيث نظ Legion 21 ساعة يضرب في اتنين حسب التصميم متاعك. أنا ممكن اشغل الكنيسة 12 ساعة بس تصميم متاع 18 ساعة فهوي اتنين. بعد كده بجيب الكيوب كلها بتاع بجمع اللي هو اللي هو بتاع هورلي واه اا اجيب في محكم واجيب الكيو كلها اللي انا هصمم عليها طب بعد كده هجب الكيو الكل اللي انا هصمم عليهم اجيبت كيو بتاع هجمحهم مع بعض علشان اجيب الكيو اللي هو اللي هو اللي هي خمسة ورابعين الف ربعمية تلاتة وتلاتين اللي واشنشوفنا المعدلة هنلاقيه بيساوي اللي هو زائد اللي هو ماكس هوللي اللي هو خمسة اربعان في لتنمية وخمستاشر. تمام? طب دلوقتي انا بصمم على ايه? بصمم على الكيو حور وبشيك على الكيو ديالي زائد الفاير. تمام? انا نجيب الكيو ديالي. طب عاود اجيب الفاير. الفاير معي بقى بيحتمد على حسب الاشخاص. تمام? انا عندي في الكمبونيون ازا ما تنفعني ان انا طلعب كان طلعب تمامين الف وخمسمائة تمامية وستين. تعال نشوف الكوت بيقول لنا ايه? الكوت بيقول لك انا عندي الوقت صرفات الحريق. لو انت عدل الاشخاص لحد عشر تلاف يبقى تصرف الحريق بتاعي عشرين. وهيشتغل فترة الحريق بساعتين. طب من عشرة تلاف لخمسة وعشرين الف يبقى تصرف الحريق بتاعي خمسة وعشرين. خمسة وعشرين لتر ايه? بالسانية. تمام? وفترة الحريق ساعتين. طيب من خمسة عشرين لخمسين الف في الحلية بتاعي كان تلاتين لتر في اللتر بالثânية فواءت الحريب بتاعي تلاس ساعات. انت بصمم علىها كده. طيب ومن خمسين الف في الميت الف. ذي Laseron log population التعليف. ينّي لدي الصرف الحريب بتاعي broadcasting 40 فواءت الحريب كان تلات ساعات. وهكاذي بقى لحت ايه اكبر من مليون ينّيبقي سبعين ترب syntheszaniة فواءت الحرية اربعة ساعات وامنطقي الصنعية الم grasp chair. كل حيعهم تجد إفعاد التاني انا عندي عدد الاشخاص بتاعتي ثمانين الف يعني من كم يعني من مية يعني من خمسين الف لمية الف تمام يبقى انا اخد كصرف الحرية كام هاخده ربعين وفترة الحرية كام تلات ساعات تبقى اللي ربعين دي هنكتبها ربعين لا مش هنكتبها ربعين انا عندي بعد التلاتين بعد التلاتين بعد صرف الحرية تلاتين لحطها ربعين بقسم بعد كده يعني الاربعين ده هequعملها عشرين وعشرين. الخمسين وعشرين وخمسة وعشرين. لو بتاع الحنة الخمسين الف باخدها نقطة واحدة بس اللي هي التلاتين. طب اكتر من خمسين الف باخدهم نقطة اتنين. يعني لو جينا هشوف ناشئلة الكده هلاقينا صرف الحريق خدنا تنين صرف حريق واحد ض لنقطة وصرف حريق اتنين. واخد اربيعين الف الواحده لعشرين تمام. والعشرين دي هي تبحوالها بظرف هي ايه عشرين ليتر بالسانية. بدرى في ستين فاربعة وعشرين وباسم على الف تمام? هتدين له اه اه لو باسم على الف اشانة هحول ديني ومافوض دي متر ايه تكعيب لكل ايدي وكن دي كونت غلطة بس دين متر مكعب لكل دير لان ده ربط فاربعة وشرين فاستان فاستان. وهنا نفس الكلام اربعة وشرين في ستان بستان. تمام? زي ماوانتفى argنا على حسب من انت بتعمل حساباتك على حسب ما انت هتدخر على البرنامج. لو انت عملت حساباتك بالليتر بالثانية يبقى هتدخل على البرنامج بالليتر بالثانية. لو انت عملت حساباتك بالليتر بريدي هتدخل على البرنامج بالليتر بريدي. تمام? دي لو هو ادينا ايه المعلومات زي ما اتفقنا. لو هو ادينا بتاعتنا اللي احنا نصمم عليه. لو ادينا عادل الاشخاص. لو ادينا عادل الاشخاص في البلوك و ادينا كمية المياه لكل شخص. و ادينا و احنا نجمع على البروكات و نضربهم في بعض عشان جيب كمية المياه دخلها في الايه? في الكنبان وليقول له. طيب لو ما ادناش حقيقة. احنا لما انتفننا نقول مع الكود. فتعا نشوف الكود بيقولين ايه? ايه. ايه. اوزوا تصليم شبكات المياه والصرف الصح. اول حقيقة عندنا اللي هي الدراسة السكانية. ان آآ بيقول لك ايه بتأدير على السكان الحالي وطوال عمل المشروع. بدراسة بدقة كافة حتى لاي زيادة حصلت ما زيادت في زيادة التكاليف وما يحصلش اي نقص ايه في تأدير خسور خدمات. عندك المصادر بقى الدراسات السكانية بتاعتك الا ايه بالاحتماد على المصادر التالية. عندك الاحصائيات الرسمية اللي بيصدرها من المركز التعبية والاحصى كل عشر سنين. والاحصائيات اللي بدراسها من المجالس المحلية وعدد المشركين من البيانات الايه? للسلاك الفعلية. تمام? تب خلينا نشوف بقى الكسافة السكانية. لو انا عندي الكسافة بقى ما انا ما عنديش. انا احتيب نفسنا كأننا مثلا هي نانو نزدين شوال كده. لما انت فارح نجيب الكسافة ومنجيب الكسافة البتاعة بياخد الدينة ضربها في الارة عشان نجيب بعد الاشخاص. هي نفس الكلام. عندي الكسافة بتاعت لو الفيلا درية اولى الفرد الواحد بياخد من عشرة لتاتين هكتاة. تمام? طب الفيلا درية تانية الفرد الواحد بياخد من تاتين لستين. طب درية تالتة من ستين لمية لكل فرد فرد لكل هكتاة. تمام? او بعد كده اللي عمالات تصناع اللي هو متين وخمسين لايه? لسبعمية. بقية مقطة صناعية ليوم العشين ايه لتلاتية. تمام? ايه وبعد كده بندخل على عوزين نجيب نجيبنا خلاص عدد الاشخاص. عديني بشوف بقى كمية المية قدين. اللي هتدخل لكل شخص. لو نستخدمها المية يقلق الاستخدام المنزلي اللي هو الشرب والغسيل والطبق والاستحمام النزبة تحتوى بتوب باربعين في المية. طب الصناعي اللي هو التبريد ونسيجه من الغذاء وخلافه 15% تبو التجاري 15% اللي هو الحكومي 10% اللي هو العام 10% والفواقد اللي هو التسريب اللي بحصل في المواسير والمواصلات 10% هتلاقي كل نهمة ايه 100% اه الكلام ده كله مش نحتاجه ليه بقى هنا ده اتباه متوسط الهيسالات المنزلي اليومي. اليو انا عندي وسيلة التخزية المية الده او القرية اللي او قرأ لنا مياه لو عربيات المياهية الناس بتشرب في عربيات المياه يبقى متوسط الاستهلاك اليوم من الفرض الواحد من 20 في اليوم لو حنافات عمومية يبقى تقتلت لو حنافات خاصة يبقى 40 ليبت لو في بقى وصلة منزلية لو حسن مستوى المعيشة بقى بتختلف الوصلة المنزلية مستوى عيشة من خفض 50 مستوى عيشة متوسط 100 لو حسن مستوى عيشة مرتفع يبقى ايه متين قالك بيتسالك في شروط قالك يجب تزيد المسافة بين المساكن والحنافيات العمومية عن 500 متر في الريف و250 في الحضر وقال لك يجب على تزيد عن مستخدم الحنافية العمومية الناس اللي تستخدم حنافية العمومية ما يزيدش عن 300 فرض في الريف 250 في الحضر بعد كده عندك متوسط الاستهلاك كل يومي مناطق العمومية المختلفة عندك القرى لو عندك سكام بتاعتك عدد 50 الف مانه متوسط السهلاك اليومي من مية إلى مية خمسين ليلتر لكل فرض في اليوم والموت المتوسط ميالا لكل فرض في اليوم الناس اللي هي السكان بتاعتها النيئة من بخمسمية ألف في المليون جمع? المتوسط متعب أل Bronco المدر الكبير يكون �اغبر من اليوم الدنية بتوفد عليها كتير و تلتمية و خمسين ربعمائة لكل فرض في اليوم. تمام? لدي تبقى مواد اه معادلات السلاك المياه لاغواد المختلفة التانية لو مسا عندك استخدام صناعي واستخدام اداري واستخدام توياري. عندك الصناع اللي هو صناعة المواد الغذائية اللي بقى متين متر مكعب لكل اقتار في اليوم. تمام? صاعة المفروشات معادل السلاك بتاعها تلاتين متر مكعب لكل اقتار في اليوم. وهكذا. تمام? دي ايه لو مش هو ماتدي لك ايه المعلومات بتاعتك ديقول لهو ما تدقش المعلومات انت بتجيبها من tiempo لو يا هوب THC عن طول بتجيب عدد الاشخاص وبيتجيب عدد الاشخاص في البلوك الواحد او في العمارة الواحدة ده على له حسب الزون وبعدين تجيب عدد العمارات في الزون الواحد او لو انت عندك العمارات كلها موحدة فايتش بختي £vi تبطل في الكل ديب عدد الاشخاص في الكونباوند كله وتضرب في عدد كمية المياه كل شخص هدراك كمية المياه تصمم عليها هتتضرب في Seg2.5 علشان انت تصمم عليها airline 2.5 ليه ناوناس ما ينفعش تصمم على كيوه اللي هجي لها كنت لو صنات الكل هجي لك 인� Weekly numa لها مسلا انت مصمم من الساعة تمانية زي الساعة اثناشر زيador ساعة واحدة زيساعة خانسyen لا انا عايز على اقصى حي探دي لها مسلا اقصى حي探دي مقد diamonds stuck on線ata من الساعة اثناشر او من ساعاتنين معاده رجوع الناس من العمل فانا مضرب في اثنين ونصف ليه القيوم ماكس هور اقصى حاجة اقصى عامكم يصير لها ودل لانا بيدخل البرنامج وقت في الفيديو ده احنا عرفنا ازاي نعمل حسابات شبكة المية وبالتفصيل وان شاء الله الفيديو دي هنبدأ نرسم شبكة المية على الاخر كات تمام واشوفكم في فيديو ديد والسلام وعيكم رحمة الله وبركاته